عقد منذ قليل المؤتمر الجامهيري الذي ينظمه حزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي بحضور القيادات الحزبية المختلفة والقيادات التنفيذية بمركز القصاصين التابع لمحافظة الإسماعيلية طبعاً زي ما حضرتك شايف دلوقتي مهرجان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كل الشعب اللي حضرتك شايفه كل الناس اللي جات للمؤتمر النهاردة جاية باقتناع تام جاية بإرادة حرة بقناعة تامة تأييداً للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات القادمة إن شاء الله أكتر من عشر تلاف مواطن موجودين في مؤتمر تأييد للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية احتفالية النهاردة هي قسئ من احتفاليات احنا عملنا في إسماعيلية ده تاني مؤتمر يتعمل في إسماعيلية وانت شايف طبعاً الحجد الكبير اللي موجود ومن جميع الطوائف وجميع الأحزاب وكل الأعمار من المرأة وزوار وجولة وكل الناس كانت مشتركة فيه وإحنا النهاردة يمكن كنا بنقول للناس المهم الحاجة ده يكون موجود يوم عشر وحداشة واثناشر بالسندوق عشان نحاق أكبر نسبة انتخابات على الإسماعيلية إن شاء الله رب العالم كل يعلم مدى ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات حياة كريمة وبنية أساسية وطرق وتأمين صحي شامل في محافظة الإسماعيلية وخاصة أن سيد الرئيس أنقذ مصر في 2012 و2013 كل الشكر والتأييد لفقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إسمعليها النهاردة بتقول خلفك رئيس وبتتكلم النهاردة بتقول إحنا ده شعب إسمعليها الشعب المناضل الشعب اللي بتقول عمره البوابة التانية النهاردة لمصر وهيقطع يقولي الكلام ده في صندوق إن شاء الله يوم عشر وحداشر واثناشر بإذن الله مش هنتكلم عن إنجازات سيد الرئيس اللي حصلت في الأعوامل سابقة لكن هنرجع نقول جي الوقت اللي نحصد فيه كل ما تم إنجازه للسنوات السابقة إن شاء الله بإذن الله هنطلع إن شاء الله وهنقول أعلى أصوات انتخابية بإذن الله فمحافظة إسمعليها هتم إسمعليها بلد أبطال وهتقول الكلام ده في صندوقها إن شاء الله بإذن الله الآلاف من الجماهير حاضرين من جميع أنحاء محافظة الإسماعيلية حاملين لافتات وصور للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي من أجل التأييد والدعم الكامل نهاردة جايين تأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا وبالنسبة لنهاردة المؤتمر نجح بالطريقة دي وفي مركز الأساسين وبيبقى الطريقة المشرفة اللي حصلت دي وطبعا الإنجازات اللي حصلت للفترة اللي فاتت دي كلها شرف للمصريين كلها وإن إحنا بعد صورة كبيرة طبعا حصل كده في فترة بسيطة فدي حاجة مشرفة للمصري كلها وإحنا نازلين إن شاء الله يوم 10 و11 و12 لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي فترة قديمة وأسر ربي له التوفيق والسداد إن شاء الله مواطن من مركز ومدينة الأساسين وأيد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لازم ندعم ونعيد الرئيس عشان الفترة الجاية هي محتاجاة هو اللي يستحق إن هو يكون الرئيس بتاعنا إنجازات في العشر سنين اللي فاتت عمل إنجازات كتير لنا في إسماعيلية وبرة إسماعيلية في الجمهورية كلها والأمن والأمان اللي احنا عايشين فيه أحسن من بلاد تانية فإحنا عشان كده كلنا بندعم السيد الرئيس أيام قليلة تفصلنا عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 20-24 والمكرر لها أيام 10-11 و12 من ديسمبر لإثبات مدى ووعي المصريين في تقديم عرص ديمقراطي يليك بالدولة المصرية نور إبراهيم افتح باب ألبك المصريين عايشين في أمان واستقرار في الحزب الليبرالي المصري بيؤيد المرشح الرئاسي فريد زهران وحزب مستقبل وطن أمانة الإسماعيلية عام المؤتمر لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ده اللي احنا شفناه في التقارير من شوية وخلاص أيام قليلة وحنبدأ هيبتدي المصريين يعبروا عن صوتهم ورأيهم بجد جوا الصندوق وزي ما قلت هنبدأ بالمصريين في الخارج واحد واثنين وتلاتة ديسمبر القادم يعني بعد عدة أيام المصريين في الخارج دول موضوع كبير قوي المصريين في الخارج احنا قلنا وفقا لآخر أرقام وإحصائيات هم حوالي 14 مليون مصري أنا عايز أقول لكم حاجة أنا ما شفتش حد مصري بيشتغل في الخارج ولا بيدرس في الخارج ولا مقيم في الخارج ولا أي حاجة في الخارج إيه لو أسمع جملة يقولوها المصريين لو موت عايز أرجع الدفن في مصر المصريين في الخارج عندون الناس اللي بتسافر من أي دول تانية لا تنقطع علاقتهم بالوطن الحبل السري اللي بينهم وبين مصر لسه بيغزيهم لسه كل واحد منهم في بيته عامل مصر معاه حطت فنوس رمضان معاه وشجرة الكريسمس معاه وصورة العذرة معاه بيلبس عياله في العيد إيه ويدفع عديات وينقشوا الكحك ويعملوا صلبان الغلة المصريين اللي بيسافروا في الخارج في بلاد عربية أفريقية أوروبية في آخر الدنيا في أولها معاهم مصر وعشان كده في الانتخابات سواء البرلمانية أو طبعا الانتخابات الرئاسية المصريين بينزلوا لأنهم حاسين مش إنهم بينتخبوا لمصر البعيدة لا 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 ده هم بينتخبوا اللي هيأثر في حياتهم وحياة أهليهم ولما يرجعوا بالسلامة حيلقوا البلد اللي اختاروا لها الأصلح نستنياهم وبقت أجمل المصريين لما بينزلوا أجازاتهم المصريين خلافا لشعوب كتيرة ما بيروحش يقضي أجازته يقول أنا الحمد لله ربنا كرمني ومعايا إرشنتين هطلع لف العالم ولا سافر هنا ولا ودي العيال مش عارف الشرق الإيه ولا الغرب الإيه المصريين يحبوا ينزلوا يعيدوا يقضوا أجازاتهم في مصر ويلموا العلع حواليهم وعزيم الأكل والصهر والضحك وهم دول المصريين المصريين في الخارج كمان الدولة مهتمة ومنتبهة ليهم أولا خلينا أقول أنه بلغت تحويلات المصريين العاملين في الخارج في خلال العشر سنين اللي فاتوا لمتين وتسعتاشر مليار دولار وهم كلهم ما فيش حد مصري بيشتغل برة مصري اللي لما نسمع اشترى شقة لا اشترى شقة ومصيف لا اشترى للعيال لا سلف بنوخت اللي بيتجاوز في عائصة يجيب شقة المصريين مدين الجدر مدين الجدر وزي ما قلت الحبل السري اللي بينهم وبين مصر ما تقطعش ما بيتقطعش وزارة الدولة بتتواصل معاهم بأشكال مختلفة وبتدعمهم بأشكال مختلفة وبتقولهم احنا كمان بنحب مصر زيكم وبنحبكم واحنا فاكرينكم وانتو فاكرين واحنا حاجة واحدة احنا حاجة واحدة حكاية المصريين اللي برة والمصريين اللي جوة في النهاية المصريين أهم على رأيي الأغنية طبعا كلنا فاكرين أيام أزمات الكورونا لما الدولة المصرية كانت بتبعت تجيب ولادها من هنا ومن هنا ومن هنا وبطيرات وعمل أماكن للحجز وده كترة وبتقعدهم الخمستاشر يوم وده أطقم طبية بترعاهم على فكرة كان في دول بتقول لرعاياها أنا مليش دعوة بسفرك وإذا اضطرتها سفرك عليك 1140 دولار يفضلوا مدجونية في رقابتك تدفعهم لما ترجع البلد احنا ما عملناش كده احنا جبنا ولادنا على دماغنا من فوق وطيرنا لهم الطيارات وجبناهم من الصين وجبناهم من هنا وجبناهم مش بس أيام القرونة لما حصل زلزال تركية نجيب ولادنا يعني فيه مناسبات مختلفة لازم أقراها لكم والله عشان فيه حاجات كده أحب أقولها أيوة اللي راجعين من أوكرانيا برضو بعتنا جبنا المصريين زلزال تركية أيام الكورونا احنا ما بنتأخرش عن ولادها عن ولادنا احنا ما بينسبهمش ما بينقولش بعده اللي بيشتغلوا بره وملناش دعوة لا في الأزمة السودانية نفس الحكاية طيب خلوني أقولكو حاجة كمان فيه مبادرات مهمة عملتها الدولة المصرية مش هقول لربط المصريين بمصر لا دي كلمة ظلمة المصريين مربوطين بمصر أصلا إنما فيه مبادرات عملتها الدولة المصرية لتقوية لتقوية يعني زي ما كده علاقتي بنتي أحب برضو كلمها في التليفون تطمن عليها وتطمن عليها احنا مربوطين ببعض لكن برضو الكلام بيحنن الكلام بيفكر الكلام بيكده بيخلي رايح جاي فالدولة عاملة مبادرات مش عشان تربط المصريين بمصر عاملة مبادرات عشان تأوي العلاقة تجدد الوصل كده إحنا بنحبك وإحنا كمان بنحبك إحنا شايفينك وإحنا كمان شايفينك وإنتوا في عينينا وفوق رأسنا الدولة عملت مبادرة مجتمعية اسمها خلينا سند لبعض بالنسبة للجاليات المصرية يعني يا جماعة لو حد عنده مشكلة في أي عالق في أي حتة في الخارج إحنا سند لبعض عملت مبادرة نورت بلدك وظن النبادرة دي كانت أيام فيروس كورونا أيام مثلا العمالة المصرية اللي كان بتشتغل بره وتضررت لأي سبب في الإقليم حرب حرب أهلية إرهابيين أي حاجة لا نورت بيتك تعالى ده أنت ابننا وحبيبنا إحنا إحنا عندنا فرق شغل إحنا هنشغلك إحنا إحنا أولى بيك إحنا أولى بيك تشتغل وإحنا أولى بيك نسندك وإحنا مش هنسيب بقى مش هنقول إنت كنت بتشتغل بره لا إنت حبيبنا إحنا أولى بيك تعالى إنت نورت بيتك كمان مبادرة أصلك الطيب أصلك الطيب دي مبادرة تحت شعار عايزين نشرك المصريين اللي في الخارج يا جماعة على فكرة مصر بتعمل مبادرة اسمها حياة كريمة وحياة كريمة دي هتغير حياة حوالي 60 مليون مصري نا بنوصل لهم مياه وكهرباء وبنعمل مدارس وبنعمل طرق وبنعمل توظيف وبنعمل دعم للمرأة المعيلة وبنعمل لتدريب وبنعمل 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 تعالى شارك معانا في تطوير الريف المصري خدوا بالكم ما هم المصريين اللي في الخارج كل واحد برضو مادة جدره في الريف المصري اللي بيرجع النجع يشوف ابن عامه واللي بيروح الجبانة يقرى الفتحة الجده واللي بياخد عياله يقول لهم هنا بيت أبويا فكمان علاقتهم بالريف المصري اللي احنا بنعمل في حياة كريمة علاقة موصولة ما تقطعتش فالدولة قالت لهم أصلك الطيب هو فعلا أصلك الطيب وأصلنا الطيب وعلى قد بإدنا ما تقدر هنعمل جوة مصر وبرة مصر كمان في مبادرة مصر تستطيع مبادرة مصر تستطيع أنتو طبعا كلكو عارفين أن احنا عندنا مصريين كتير برة مصر ما شاء الله والأقوة إلا بالله ناس تفرح ونبغى وعبقرينه ومحققين نجاحات وعندهم خبرات وموجودين في جامعات ومراكز أبحاث يعني حاجة تفرح تفرح فعلا يعني دول امتداد الحضارة المصرية بعلومها بفخرها بزهوة مصر عملت مؤتمر الوطني مصر تستطيع مصر تستطيع باتهي المربوطة للستات مصر تستطيع بس بنعمل إيه بنجيب أولادنا دول ونتكلم معاهم ونتعرف بيهم ويتعرفوا بينا ونشوف نستفيد منهم إزاي وهم يشوفهم بلدهم بقت عاملة إزاي ونربط ومصر تستطيع آخر حاجة كمان مبادرة مراكب النجاة مبادرة النجاة دي مبادرة أطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الختمية المنتدى شباب العالم 2019 وفيه وزارة الهجرة عملت استراتيجية متكاملة لتنفيذ المبادرة عايزين إيه عايزين نوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية عايزين نكلم الشباب ما تططوش في البحر لأنكوا عتموتوا وتنطوا في البحر ليه ما احنا عندنا مشاريع وعندنا شوق عايزين ننبه الأهالي ما تبعيش حتتين السيق اللي عندك وتودي الواد يغرق في البحر يا عم الحاجة ما تبعش القراط ولا القراطين وتدي الواد الفلوس يغرق في البحر مبادرة مراكب النجاة كل ده وأكتر مصر بتتواصل بيه مع أبنائها في الخارج وزي ما قلت لا بنقوي العلاقة لأنها قوية ولا بنخلق علاقة لأنها موجودة ولأن يعني ابني يلف يلف ويرجعلي ومهما بيعد هو في قلبي وأنا في قلبه هو ده علاقة المصريين بالمصريين في الخير طيب كده فقراتنا يعني فضلنا بقى نتكلم مع بعض تاني في الأولى مصر الأولى مصر الحكاية اللي بنحكيها عن مصر وقلنا اللي ما يعرفك يجهلك وقلنا إنه مصر بلد الحكايات وبلد البطولات وبلد التاريخ وبلد الإبداع والجدعنة وإنه إحنا هنعد كل حلقة أو كل أسبوع نحكي حكاية من مصر عن مصر ليه عشان حضرتك وابنك اللي قاعد جنبك أو بنتك اللي قاعدة بتذاكر تجيبها تقولها تعالي اسمعي الحكاية دي عن مصر أصل مرصد بلد كبيرة ومصر بلد عريقة ومصر مليانة أبطال ما ينفعش ما نعرفهمش ما ينفعش ما ما نفتكرهمش ما ينفعش ما نتباهاش بيهم فاحنا النهارده حكايتنا الأولة مصر عن مين عن إيه أبتدي الحكاية أبتدي الحكاية خلونا أقولكم كان فيه راجل مصري طيب اسمه محمود الكفراوي الراجل المصري الطيب محمود الكفراوي ده كان بيشتغل سول في اسم شرطة حي العرب في برسعيد عم محمود الكفراوي حضرة السول اللي كان في اسم شرطة حي العرب في برسعيد فيه أوائل الخمسينيات من القرن اللي فات عارف فيه ربي أيوة عم محمود الكفراوي عارف فيه ربي بنت المصريين يقولوا عليها بمئة راجل طلع بنت بتذاكر وتنجح وفي مدرسة المعلمات عشان عايزة تعلم غيرها وتنشر وتحارب الجهل وتحارب الأمية لكن كمان علمها الوطنية تعرفوا زينب الكفراوي طيب اللي عارفها قد ترخيروا إن عارفها واللي مش عارفها يعرفها من عندنا ويمشي يحكي عنها يقول تعالوا سمعوا حكاية الست زينب الكفراوي زينب الكفراوي اللي رباها عم محمود الكفراوي عشان تبقى بصوا التعبير أيقونة المقاومة الشعبية في بورسعيد سنة ستة وخمسين سنة ستة وخمسين كان حصل الحرب أو ما يسمى بالعدوان السلاسي تيجوا نشوف حاجة عن زينب الكفراوي ونرجع نكمل حكايتنا في الأولة مصر اشتركوا في القناة زينب الكفراوي الست زينب الكفراوي اللي أسموها أيقونة المقاومة الشعبية في بورسعيد سنة ستة وخمسين وهو حضرتك تستغرب إن كان فيه بنات سنة ستة وخمسين بيشاركوا في المقاومة الشعبية ضد العدوان السلاسي ما أنا قلتلك قلتلك عم محمود الكفراوي عارف يا ربي بنت بنيت راجل والبنت مش بس بتذاكر دروسها ولا حلوة وزي الأمر وشبه كل المصريات لا البنت كمان لما حست إن بلدها في خطر قدمت خطوة واثنين وثلاثة في بورسعيد سنة ستة وخمسين حصل العدوان السلاسي على مصر إنجلترا وفرنسا وإسرائيل ليه لأن عبد الناصر كان أمم القناة ولما أمم القناة فرنسا وبريطانيا زعلوا وغضبوا وحسوا إن إزاي المصريين يستردوا حقهم وإزاي المصريين يأمموا القناة اللي محفورة بدمهم واللي بتجري في أرضهم وقرروا ييجوا من وجهة نظرهم يخوفونا عشان يحطوا إيدهم على القناة ويديروها إدارة دولية لتحقيق المصالح اللي مش عارف إيه بالبلد كان عينهم في القناة وعايزين يسرقوها مننا عملوا إيه ضربوا بورسعيد البوارج الفرنسية والإنجليزية ضربت بورسعيد ونزل المظلات ودخلوا بالدبابات وكانت حرب كبيرة مش بحكي لكم عنها عن ستة وخمسين مش بحكي لكم رغم إن إحنا كلنا قرينا عن الحرب دي اللي مصر انتصرت فيها وكان عيد النصر والجلاء القوات الغازية يوم تلاتة وعشرين ديسمبر هنبقى نحكي مرة تانية عن بورسعيد أنا بحكي عن زينب زينب كان في مدرسة المعلمات مفروض التابور ساعة تمانية بس زينب بتنزل من بيتها ده قبل العدوان زينب بتنزل من بيتها بدري كل يوم ساعة تروح المعسكرات عشان معسكرات الحرس الوطني عشان تتدرب على حمل السلاح وانت عايزة يا زينب تشيلي سلاح لي كلام ده من اربعة وخمسين عايزة يا زينب تشيلي سلاح لي وبتتدربي على سلاح لي عايزة بقى جاهزة في ايه جاهزة لو بلدي نادتني اقدم واحميها لما حصل العدوان السلاسي النقيب او النقيب مصطفى كمال الصياد اللي كان المسؤول عن قسم حي العرب جاب عم محمود الكفراوي ابو زينب وقاله كانوا بقوا وبدأوا في المقاومة الشعبية وكان وقتها انجلترا وفرنسا بيرموا منشورات على الناس في برسعيد يخوفوهم ويقولولهم امشوا من البلد هو الكلام ده بيفكركم بحاجة يترمي منشورات يقولولهم امشوا من البلد روحوا هنا تعالوا هنا الكلام ده بيفكركم بحاجة ما لنشدعوا خلونا في زينب الكفراوي كانوا بيرموا منشورات يهددوا بيها الناس في برسعيد فالنقيب مصطفى كمال الصياد جاب عم محمود وقال له ما تعرفش بنات تساعدنا في المقاومة عم محمود ما ترددش ثانية قال له زينب بنتي زينب بنتي جاهزة قال له طيب احنا عايزين نوزع منشورات على أهل برسعيد عشان نطمنهم قال له زينب وسحبات زينب وزينب جابت ست بنات سبع بنات انضموا معاها للمقاومة الشعبية الاول اشتغلوا في توزيع المنشورات لما كانت تحصل غارات ويبقى فيه إصابات وناس الطيارات طبعا الانجليزي والفرنسوي بتضرب والبوارد بتضرب وقنابل وبيوت بتتهد وده بيفكركم حاجة مش مهم يفكرنا خلينا في زينب لما كان بيحصل كده كان بيحصل إصابات في الشوارع ناس بتتعور كانت زينب وزميلاتها اللي بيشاركوا في المقاومة الشعبية لا بيخافوا من الطيارات ولا من البوارد وبيجروا يساعدوا المصابين والرجالة تشيل وهم يعالجوا ويطببوا بس لا خلونا أحكي لكم حكاية غريبة قوي الحكاية دي ممضية باسم زينب الكفراوي حكتين كانوا عايزين المقاومة الشعبية عايزة تنقل سلاح من المنزلة للفدائيين أو رجال المقاومة الشعبية ببرسعيد طبعا الإنجليز عاملين دوريات وكمان في الشوارع في كل حد حننقل السلاح إزاي ست بنات فكروا وقالك هننقلها في عربيت أطفال راحوا جابوا عربيت طفل وراحوا لمنزلة حملوا السلاح حطوا بطنية زينب جابت ابن أختها وحطته فوق السلاح ومشيت في الشوارع معها طفل بيعاية السلاح تحتيه بس هي قلبها حديد ليه قلبها حديد لأنها عارفة أنها بتعمل كده عشان بلدها اللي بتحبها ضد ناس مجرمين جايين يحتلوها وقفوها مرة واثنين وثلاثة في كمين أحد الروايات قالت أن واحد إنجليزي وقفها وقال لها إيه الطفل ده قالت له ده إيه ابني قال لها طب اسمه إيه هو كان اسمه مش فاكرة بالزبط الرواية بتقول كده مش فاكرين بالزبط بس هي قررت تدايق الزبط الإنجليزي وقالت له اسمه جمال عدت الحرب وانتصرنا وبقت زينب الكفراوي رمز بطولة لبرسعين ورمز بطولة لبنات مصر وعد يأيام وتعالي يأيام ويجي الإخوان يحكموا مصر وتنزل زينب الكفراوي اللي كانت نزلت تحارب الإنجليز والفرنسويين سنة 56 تنزل المظاهرات في الشهدة تهتف ارحل لأنها عايزة تحرر مصر عايزة تحمي مصر زي ما كانت عايزة تحميها في 56 تاني بتحميها في 2013 الست زينب ربنا مد في عمرها لغاية مؤتمر الشباب في الإسماعيلية 2017 وقابلت الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس حب على رأسها ليه؟ لأنها هي رمز البطولة من وهي شابة صغيرة ما انشغلتش بنفسها ولا بأغاني عبد الحليم حافظ بس ولا لا انشغلت بالبلد واتدربت على السلاح وشالته ودقلت السلاح للفدائيين وهي مطمئنة انها بتعمل شيء عظيم يا ست زينب السلام لروحك والتحية والفخر باسمك والمحبة لأولادك والمحبة لبرسعيد البلد القوية السبرة الصمدة رمز النضال اللي عرفت تخرج من أرضها أبطال وبطلات زي زينب الكفراوي قلتلكم الأولى مصر وحتفضل الأولى مصر وقت كتير جري وعايزين نخش في موضوع حلقتنا سؤال بسيط أنا مش هتكلم فيه كتير مين اللي بيكتب التاريخ وبيكتبه ازاي وليه ده اللي هنعرفه من ضفنا اللي مشرفنا قال أستاذ الدكتور جمال شقرة مقرر لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة أمين عام الجمعية المصرية للدراسات التاريخية هيشرفنا بعد الفاصل نناقش معاه مين بيكتب التاريخ وكيف يكتب التاريخ وإيه الحكاية دي بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر